ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان وعمين عام المجلس الأعلى للأثار ومسؤولي الجهات المعنية وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته في السابع من نوفمبر الماضي وذلك فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعا وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابعا وقد أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بقيام القنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بسرعة استفاء اجتراطات الحماية المدنية حفاظا على أرواح المواطنين وكذلك استمرار التواصل مع رؤساء الطواقف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية خاصة في ظل التيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل الالتزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة اشتركوا في القناة